بديل الفغميسال او الشعيرية في الشوربة تخرج بزفة بنينة هذه الشوربة لشهر رمضان نخدمها اليوم بالقوارط القوارط اللي كنت حضرتهم معكم في فيديو سابق كيفاش تخدميهم في الدار ابقاي معي خليكم الرابط تاعه في صندوق الوصف وشاهدوا كيفاش نحضروا الشوربة بنينة بزفة بالقوارط يلا حاجة اللولان تحتاجي الى الجزر يعني الزرودية تكون موين صغيرة متكونش كبيرة بزفة هذه الصغيرة تكون حلوة ونحتاجون للبصل حاجة اللولان ندير الزيت في الطنجرة يعني في المرميطة ونزيد الحم ولا الجيش اللي كان عندك ونزيد معها مرسوة عش حم تاع الكلوة هذا يعطيها واحد البنة بزف بنينة خليهم يتقلوا شوية اليوم نعطيك واحد الأسرار بزف ينفعوك من تحضر الشوربة من بعدها نقطع الحبة على البصل الى شرائح يعني كبيرة وبعدها نقطع الجزر كذلك الزرودية الى دوائر وبعد نضيف لها ملعقة كبيرة تعطى مطي مصبرة ونزيدوا رشة على الملح ونزيدوا الكركم الزنجبيل يعني شوية شوية وففل اسود وملعقة كذلك من الففل الاحمر وعود قرفة القرفة تعطي لك ذوق رائع في الشوربة ونحطوا حفنة حمص كنا نفخناها مقبل ونضيفوا الماء يكون ساخن ولا بارد عادي هنا الماء قد ما يتعمر كامل الخضرات تعك ونقصي للنار وخليها طيب واهم عنصر في الشوربة هو القصبر لازم يكون عندك القصبر ونصيحة ديني كمية مليحة تعالقصبر يعني ما تقليش لانه يعطي لك الذوق رائع في الشوربة ومن بعد نضيفوا له يعني الجنبو الجنبو هنا كين جيش كين خروف كين بقري نصيحة يعني نصيحة في البقري البقري في الشوربة يعطيها الدوقة رائع نصيحة مني هنا خليتها الطيب قريب ساعة ساعة قل ربع بصحف الكوكوت خليها كنص ساعة برك فكي الطيب غد نخليها جانبا نوري لكم القوارط هدو هما القوارط اللي خدمتهم سابقا معكم وقد نخليكم مرة بتاع في صندوق الوصف يخرجوا بزاف بناء النصيحة البنات خدموهم في المنزل وتسحقوهم بزاف الشوربة وحتى كي تبغوا تخدمو القوارط وتشتهوهم هنا بعد ما صفيت الخضرة التاعي قيع صفيتها يعني انا ما نطحنش الخضرة كين بزاف اللي يطحنوا الخضرة في الشوربة لكن انا ما نطحنهنش نصفيها وندي غيل متاحة ومعدا كي نظفت لها هنا بعد ما غلات كمية مليحة تعقوارط القوارط كبيتهم كي ما راهم وخليتها تتجمر يعني طيب هدوك القوارط في البون حتى تشوفيها طابت انت فخت معك وحد شوية ودوقيها تلقى هاترية هنا يا تقدي تحطيها لعيلتك بالف صحة وهنا على قلوبكم ونقولكم شهية طيبة ورمضان كريم شاء الله يدخل عليكم بالصحة والهنا جربوها وردو عليها في التعليقات وانا منعاتي دايما للحم نوخرها على جهة نفته ونحطها في الغرفيات لكل واحد يدي شوية شوية ونكوب الشوربة من فوق ستقوني هدي شربة القوارط تخرج بزة في بنينة ولازم تكون عندكم إذا كنت حبت تصنعيها صنعيها ودسيها في المجمد يعني ما تخسر موالو تقعد معك حتى النعام هذا عصير الليمون اللي كنت حضرتها معاكم بالنعناع كنت حضرت معاكم حلوة تقوشور البرتقال والليمون يعني كل ما نبغي نشربها تجي عصير الليمون اللي كنت حضرتها معاكم وركز الليمون نحط هدوك الحبيبات تواع القوشور الليمون معلسلة يعطي لك حد الدوقة رائع وكيت تكملي جيد تأكلهم تاني كي جوبنان وهذا كذلك اللي كنت حضرتها معاكم تعال الروز الروز بالشربة يخرج بزة في البنين والكفتة سهل تحضير بسرعة يوجد والشربة تعمل هذه اليوم تح القوارط اللي بنينا لدرجة ما تصوروهاش نتمنى تجربوها وتردو عليها في التعليقات وكذلك بمناسبة يعني رمضان الكريم على الأبواب نتمنى ان شاء الله تجربوها وكذلك توجدوها من دروك القوارط باش تولو كل خطرات يعني تبدلو شوية خطره فيرابيسال خطره خطره هادي بسم الله حنا ندوقو يعني تخرج بزة بنينا الدرجة ما تتصوروهاش قبل وقبل انا شوفو نبغي الليم روعة روعة في البنة ولكن نبغيها حمضة يعني نبغي الليم فيها لذلك نجيبو الليم بيها باللقص برجع متلاسبين هكذا كما عاكم تشوفو الليم فيها روعة يخرج بنا بزاف هالا نتمنى اكونوا خفيف اضراف على قلوبكم نتمنى الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها وتردوا عليها في التعليقات وتشجوهني باللايك وكذلك الاشتراك وتفعيل الجرس واهم حاجة انكم تبرتجوا فيديوهاتي مع احباباتكم مع اخوتكم مع العيلة ومع الاصدقاء في مواقع تواصل الاجتماعي لكي تعمل فائدة على الجميع وكذلك التعب انه ميروحش في الباضل فمرحبا بكم كامل ونتمنى لكم شهر رمضان كريم تطالوا في روحكم الى فيديو اخر ان شاء الله سلامة وتبقى وعلى الف خير